موسيقى هنا يقول لي ريانرانج الفيجرات المتحدة المتحدة بسبب الدنستي في مجموعة M المجموعة الموجود في كل مجموعة M كما يتحدث الوقت في الدنستي كما يتحدث في الدنستي في الدنستي في مجموعة M وI وR اللي هي مدهالي على الرسمة فنمسك كل واحدة الوحدة الأول يعني تعالوا مثلا نمسك ايه كده ونشوف الوضع مثلا عامل ازاي انا عندي الـ current اللي هو i لما بيخش بيبدأ يتقسم نصين نص فوق اللي هو مثلا نص الـ i ونص تحت اللي هو نص الـ i فهيلاحظ ان الفلاكس اللي هيطلع من النص اللي فوق من النص سيركل اللي فوق اللي هي الـ n بتاعتها equal half المفروض انه هو هيكون inward والفلاكس اللي هيطلع من النص اللي تحت اللي هو النص السيركل اللي تحت الـ n بتاعتها برضو هو half والcurrent بتاعها half i والradius r بس هو كل الفكرة ان هي هتكون out فالجزء اللي هو الـ n والجزء الاوت اللي اتنين قد بعض يعني الفلاكس دينستي هنا في الـ a المفروض انه هو هيبقى عبارة عن b1 minus b2 b1 اللي هي عبارة عن mu times half i لان الـ current اللي في كل واحدة half i times the n اللي هي half over 2r نفس الكلام التانية زيها بالضبط mu times half i times the number of turns half over 2r فهنلاحظ كده ان هم هيروحوا مع بعض فهيدينا 0 يبقى كده ال-b عند ال-a او ال-b بتاعت ال-a 0 فانا هارجع لل-b بتاعت ال-a وهكتب تحتها كده ان b-a equal 0 نروح بقى ال-b في-b هي نص turn بس اللي موجودة والcurrent اللي ماشي فيها هو هو ال-i لانه هو مش هيتقسم الفكرة بس ان ال-number of turns هزينا هتكون half فيبقى انا عشان اجيب ال-b عند ال-b في الراسمة-b يعني هيبقى عبارة عن ميو times the current i times the number of turns هم half over two radius اللي هو r يبقى معنى كده ان انا عندي الميو والi والr هسيبهم لانه هو بيقول in terms of mu i و r فيبقى عندي quarter يبقى ديت كده quarter ميو i over r برضو ممكن ان احنا نروح راجعين هنا هوا اللي ديت ونروح كدبين ان ال-b بتاعت ال-b equal quarter mu i over r نخش بقى على c فبالنسبة لc عندي في two turns او two cycles مش turn هو عندي هنا فوق في half turn والradius بتاعها two r وعندي تحت في half turn برضو والradius بتاعها هو r فهنلاحظ ان احنا كده عندنا اتنين flux dynasty بس واحدة هتكون in الصغيرة عاملة in انما الكبيرة عاملة out ففي الاخر total flux dynasty في center هتكون عبارة عن ايه؟ هتكون عبارة عن out minus in sorry ال-in minus علشان ال-in اكبر ال-radius الاقل بيكون عامل لي flux dynasty اكبر والcurrent هو i و i فهتبقى equal b نقول مثلا b1 minus b2 b1 اللي هي مين؟ اللي هي mu i في ال-radius بتاع الصغيرة اللي هو sorry number of turns بتاع الصغيرة اللي هي half over two ال-radius بتاع الصغيرة اللي هو r ده كده minus اللي جاي بقى من اللي فوق الجزء اللي فوق دوت مطلع لي هو كمان magnetic flux بس طبعا لو عملناها بقدينا هو بيلف anti-crequise هيطلع flux هيكون out فهيتعمل minus هيبقى mu current اللي ماشي فيه هو برضو i number of turns هي half over two ال-radius بقى بتاع الكبيرة دوت هو 2r فإحنا لو عملنا لها simplify فالجزء اللي اشمال دوت هو عبارة عن quarter mu i over r هنسميها بطيخة quarter بطيخة minus الجزء اللي علمين ده هيبقى one over eight mu i over r يعني one over eight بطيخة فإحنا كل اللي احنا هنعمله على الكالكولياتور هنعمل quarter minus one over eight ربع بطيخة minus 8 بطيخة هيبقى one over eight بطيخة يبقى mu i over r فإحنا برضو هنروح راجعين وكاتبين عند ال-c هنكتب ان ال-b بتاعت ال-c كانت طلعت ب-one over eight mu i over r نروح لل-d بالنسبة لل-d بقى هي شبه ال-c بالضبط لو تلاحظوا اهي هي شبهها بالضبط كل الفرق في ايه ان ال-circle اللي هي الصغيرة او ال-arc الصغير ال-half circle الصغيرة ديه هنلاقي ان هي هتطلع ال-flux outward والتانية برضو هتطلع ال-flux outward يعني اللي اتنين مطلعين outward والماجميتيود بتاع ال-flux دي نستي زي اللي فوق بالضبط فهنبقى معنى كده ان احنا هنعمل ايه هنشتغل سوري هي رجعتني للصفحة الاصلية اهيه ان انا هشتغل نفس زي اللي فوق بالضبط او زي اللي انا عملته فوق بالضبط بس ال-b-net هتكون equal b1 plus b2 فb1 اللي هي كانت طلعت في الاخر quarter mu i over r دي هتبقى plus 1 over 8 mu i over r و quarter بطيخة plus 1 eighth بطيخة بتطلع عندي become 3 over 8 بطيخة بطيخة و تطلع الفلكس هم quarters يعني هنا دي فيه quarter turn و ديت هي quarter turn بطيخة هنقول مثلا هي عبارة عن B1-B2 باعتبار انه 1 والتاني دوت هو 2 اللي هو اللي جاي من الكبير فاللي احنا هنعمله برضو نفس اللي احنا عملناه فوق ال B اللي هي Mu current I current اللي هنا هو اللي هنا multiply number of turns quarter over 2 ال radius بتاع الصغيرة اللي هو هيبقى قربس ده كله minus Mu I number of turns quarter over radius 2 ال radius تاع كبير اللي هو 2R في بعض الناس هتيجي تقول لي طب يا مستر ما هو الجزء من الواير ده او الجزء من الواير ده ما هو ده برضو ممكن يطلع فلكس لا الواير بيطلع يميني وش على ال two sides بتوع يعني هنا وهنا 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 فمش بيطلع عند الpoint دي يعني هو ما ينفع يعني الواير اللي straight ما بيطلعش عند point اقصاده بالشكل ده هو بيطلع عد two sides بتوعه مثلا يمين وشماله او كده بالنسبة للواير يعني نفسه فهنا برضو نفس الكلام هناخد Mu I over R common factor او هنسبهم كده هيبقى عندنا هنا بقى one over eight minus هنا one over sixteen Mu I over R بيبقى one over eight بطيخة minus one over eight بطيخة هيخليلي البينات هتبقى equal one over sixteen البطيخة فيبقى كده هنرجع لي الصفحة الرئيسية بتاعتنا او الاصلاية بتاعتنا ونروح كتبين ان ديت هتبقى equal البي بتاعت الاي اكتب بقى one over sixteen بطيخة هو بيقول لي بقى رتبهم لي ايه حضرتك بيقول لي رتبهم لي ascending ولا descending بيقول لي descending يبقى انا من اكبر واحدة مين اكبر واحدة في دول اكبر واحدة في دول اللي هي three over eight وبعد كده اللي بعديها اللي هي one over four وبعد كده one over eight وبعد كده one over sixteen وبعد كده zero يبقى ده كده الترتيب الصح بتاعي how could you obtain a solonite carrying current that has two identical magnetic poles at its end وهو عايش هو الكلام دوت by drawing هو طبعا الكلام دوت يعني احتمالية ان هو يجي في الامتحان ضعيفة جدا هو كل الفكرة انها بتعتمد على الاي كيو بتاعنا او اللي هو التفكير بتاعنا كأنها في الظهورة فهو كل الفكرة ان انا كأن دوت مثلا الكور اللي انا هلف حواليه انا لو لفيت الكويل كده بحيث ان الترنز تبقى مكملة على بعض لما current يمشي فيه مثلا ان current هيمشي فيه ال direction ده هيعمل لي the poles هتكون the north والنحية دي south فالحل ان انا اخلي the poles تكمل اسمه دوت بحيث ان هو هتخليلي النحية الثانية north هو ان انا اجي من النص واروح اعكس السلونايت بالمنظر ده كده فكده ايه اللي هيحصل current لما ييجي هيبقى نازل من تحت كده هيكمل هيرجع يكمل كده فهيبقى كده current لو ضبطتوا ب direction e دي مثلا او right scroll rule او whatever هيبقى ده اللي north وده اللي south يبقى في الاخر انا شايف السلونايت كله من بره ان فيه هنا north وهنا north يبقى هما اتنين similar poles يبقى دية هي الطريقة اللي ممكن ان انا اعمل بها سلونايت بحيث ان هو يبقى عندي اتنين similar poles من الناحيتين يوجد 7 similar resistors يبقى كيف تتواجدهم بشكل 2 مثل لتحصل ايكوفلنت similar to the resistance of one only يبقى دروني يعني هوا عندي سماعة resistors مثلا كل واحدة R انا عايز اوصلهم بحيث ان الاكوفلنت يبقى R بصراحة انا اعرف لو اربعة بصراحة يعني انا لو عندي اربعة resistors والاربعة ادبعت ووصلت اتنين series يبقى R و R واثنين تانين series يبقى R و R فمعنى كده ان الاكوفلنت كله هيبقى كان الاثنين اللي فهم مع بعض series هيبقى 2R و 2R parallel مع بعض هيدينا R واعرف برضو ان انا ممكن اوصل اتنين مع بعض يبقوا parallel يبقى كده ادي R و R وبعدين اتنين مع بعض parallel يبقى كده R و R يبقى كده برضو الاكوفلنت كله هيكون R طيب انا عايز سبعة مش اربعة فالحل ان انا اعمليه وهنا ممكن اشيل واحدة من دول اهي واروح حطت مكانها اربع زيهم يعني الشكل هيبقى كده عشان نبقى متخيلين اهم هحط اربع resistors R و R و R و R يبقى كده دول كده على بعض هيبقوا R بس والاربع البقين اهم زي ما هم يبقى كده في الاخر بقى cam resistor بقى سبعة نفس الكلام هنا انا ممكن اشيل اي واحدة من دول واروح حطت مكانها اكوفلنت زي اللي انا عملته مثلا في الناحة التانية يبقى اهو يبقى بالمنظر دوت وهنحط بقى عندي اللي هي ال R اللي تحت زي ما هي والتنين دول زي ما هم برضو يبقى كده لو لاحظنا انا عندي دول كده الاربع دول هم R R R يبقى الاربع دول هيدون R بس اهو 2R و 2R مع بعض الاربع هيدون R مع الار اللي تحت هيبقوا هاف ار وهاف ار سيريس معاهم يبقى كده في الاخر هتدينا برضو اكيد فيه طرق تانية برضو ديت للتفكير بتاعكم انتو يعني مش اه اه يعني دول اللي جون في دماغي زي ما بقولكم هي حاجة ملهاش اللي هي مثل معينة ان هي نعملها بيها هو طريق تفكير بس مش اكتر